بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني مع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات الكريمات تقول فيه تزوجت ابنتي منذ عام وزوجها يمنعها من زيارة أبيها وأمها وأخواتها وأقاربها فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد لا يستطيع أحد أن يمنع البنت عن بر والديها وعن صلة رحمها حتى ولو كان زوجها خد بالك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دازوه يا عم الشيخ قال لي ما تروحيش عند أبوك وأمك ولا عند إخواتك اذهبي إليهم وزوريهم وصليهم لأن هذه رحم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم اسأل عن إخواتك عن إخوانك عن أقاربك عن أرحامك اسأل عن الوالدين واذهبي لزيارتهم له أن يمنعك ألا تبيتي عندهم ما فيش مشكلة زوري أبوك وأمك وارجعي مرة تانية إلى بيت الزوجية إنما الزوج يمنع الزوجة من زيارة أهلها هذا لا يعتد به شرعا ولا تطيعيه في هذا الأمر وهذا الزوج إن فعل معك ذلك فهو يقطع أرحامك لا تسمع إليه ولا تطيعيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هنا لسه آيل من شوية وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ده بالنسبة للزوجة والزوج أقول له خد بالك إلا تعمل مع أمراضك هيجي زوج بنتك يعمل مع بنتك بعد كده وهيمنع بنتك من زيارتك عندما تتزوج كما تدين تدان بِرُّ آباءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاءُكُمْ ده والد الزوجة والدة الزوجة لهم عليك حق أن تسأل عنهما أن تزورهما أن تتودد إليهما وده اللي كان بيعلمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه التي ولدت سيد أمينة بنت وهب ووقف عند قبرها وبكى وأكرم أمه التي أرضعته السيدة حليمة السعدية والسيدة ثويبة وأكرم أمه التي ربته السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها فبنقول للزوجة لا تقطع أهلك صليهم وبر والديك ولا تطيع زوجك في هذا الأمر ونقول للزوج اتق الله في زوجتك ولا تمنعها عن صلة أهلها وعن زيارتهم وعن التودد إليهم فالبر في بر الوالدين إلا هي بر أبوه أمه أولاد وهيبقوا برين به ويكفي أن السيدنا النبي قال للصحابي إلزم رجلها فثم الجنة بالمناسبة المقولة التي هي الجنة تحت أقدام الأمهات ده مش حديث إنما الحديث الصحيح الذي معنا إلزم رجلها إلزم طاعتها فثم الجنة فالجنة في طاعتك لأمك وفي طاعتك لأبيك نسأل الله جل وعلا أن يهدي الأزواج وأن يشرح صدورهم إلى تعاليم الإسلام وإلى هدي خير الأنام اللهم أمين يا رب العالمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته